إن اتفاق السلام الحالي حدث تاريخي ويجب أن نستخدمه لبناء سودان جديد ويجب أن لا يضافي إلى كتاب مولانا أبي لالير نقضى الهود والمواسيق هذا مهم فقد آن الأوان أن نعمل جميعا لكي لا نهدر هذه الفرصة التاريخية كما أودرت فرص كثيرة في السودان التي كتبت بمداد دماء الشهداء وهم يرددون حرية سلام وعدالة فقد أهدى لنا شعبنا الحرية وها نحن نهدي لهم السلام